اشتركوا في القناة 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 اخافوا بالك اخافوا بالك اشتركوا في القناة 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 كنكملو هذا نزيد ندخل واحد اخرى في الترانزيستور. كامل معي هيبة. اذا صفة فاصل اثنين وشاك تلاحظي التدفق صالو زيد. اذا وشاك تلاحظو كين علاقة طردئية بين الضغطة وتدفق لو كان زيد نضغط اكثر. وش زيد للتدفق. كده نجد قوة التدفق? ثلاثين. لو كان نزيد هكذا. وش زيد? زيد قوة التدفق وكين ولا تربعين. وشاك تلاحظ يا هيبة ما بين قوة الضغط والتدفق. شاك تلاحظي مبيناتهم? علاقة وش هي؟. علاقة طردية. كل ما يزيد الضغط يزيد تدفق. ثانك كان يوحش العلقة وحدة مبينات قوة الضغط والتدفق. شوف سفاصل واحد ‫هادي ثيفة فاصل اثنين هذه تكون عشرين. ثيفة فاصل ثلاثة هذه ثلاثين وهذهث فاصل أربعة InvziR40. اذا ما كان لدي معي علاقة ما بينتهم. معي قوة التدفق مياهء. اذا سفاصل نظام يحتوي على حالة الأولى هي المنع والحالة الثانية هي حالة التضخيم. كل من زيد الضغط يزيد الضخم قوة التدفع. هذه هي الحالة ثانية. رحوا لي بعدها. سيف فاصل ربعة. شوف. كي زيت سيف فاصل خمسة؟ تدفع زاد ولا ما زادش؟ صحيح بك. ما زادش تدفع ثبت باسكو السدادة وصلت ماكسيمو تاحها. إذن سيف فاصل خمسة إذن قوة تدفع. وش نجدها هنا يا؟ نجدها ربعين. نجدها ربعين. لو كان زيد نضغط أكثر. نضغط سيف فاصل ستة. أسكوزة تدفع. لا لا. إذن وش نجدها تدفع أربعين. إذن احتمال الثلاث في هذا النظام. وش نقوله؟ نقوله هذا النظام في حالة وش تشبع. وش معنى تشبع؟ معنى كينا واحدة قيمة نوصل لها. اللي هي سيف فاصل ربعة. كي وصلت سيف فاصل ربعة. تدفع سيف فاصل ربعين. أربعين. أربعين. إذن هذه الحالة. وش يسميها؟ حالة التشبع. إذن نظام هذا كده في حالة تشغيل الجماعة؟ عنده ثلاثة. عنده ثلاثة. حالة المنع 00. حالة التضخيم اللي هي تولي كينا علاقة ما بين قوة الضغط والتدفق. والحالة الآخرة وش هي؟ وش معنى ها؟ ثبات. تدفق الغاصل. وش يسميها حالة تشبع. الجماعة لو كنجيب لو كنجيب هذو الأشخاص ثلاثة. يجوا يعاونوني. نقولهم أربعوا عاونوني. أضغطوا على السدادة. وش هي حيصر لنظام هذا في رأيك؟ وش هي حيصر له؟ جاوبوني. تكسر. تكسر. هاي تكسر. إذن نظام هذا كده في احتمالية تشغيل نظام هذا. فيه ثلاثة نظام واحتمال رابع احتمال غير مرغوب فيه. ألا قلتكم غير مرغوب فيه. وش معناته؟ معناته نظام هذي السدادة اللي كانت تضغط عليها أكبر من قوة أكثر من كيف هنقولون؟ سبسستة. وكان يضغط عليها شخص بقوة أكبر. وش قادر يصر لها قادر تكسر. إذن هذا نظام يحتوي على رابع احتمال ثلاثة. وش هما؟ احتمال أول وش هو المنع. احتمال الثاني وش هو التضخيم. واحتمال الثلاث وش هو التشبه. على سمينة تشبه معناته قوة تدفق. وش يصر لها؟ تثبت. والاحتمال رابع غير مرغو فيه. وش سميناه؟ معناتها السيستم هذا وش ه يصروا؟ راح يفزد. لازمنا هذا الاحتمال نتجنبه. صحيح. تجمع هذه الخدمة اللي درناها في هذا النظام وش هنديرو لها؟ رايحين وش نديرو؟ نطبقوها على وش? على الترنزيستور صحيح؟ هاكذا. هي بصايح. خلاص شكون يدخل لي بعدها؟ شكون لي قبلها كان يحكي؟ أنا هاي جابر. ها تفضل جابر وش رايك؟ جابر شو شا حندير. اه. شو شا حندير. اذا النظام هذا وش قلنا عليه؟ يحتوي على ثلاث احتمالات. احتمال اول بلون البيض. وش سميناه هذا؟ المنع. بسكو؟ على سميناه المنع. بسكو ما يدفقش الغاصول سابت. اليناء الى اليناء صحيح. زيرو. والاحتمال الثاني بلون الاخضر وش هو؟ نظام في حالة واش؟ تضخيم. كل ما يزيد يزيد. والعلاقة ما بيناتهم وش اياه؟ عندنا قوة تدفق واحد في مياه. اليناء مياه هي الثابت. علاقة طردية. علاقة طردية بمقدار مئة. اذا هذي وش سميوها؟ تضخيم. اكثر. والاحتمال الاخير وش هو؟ نظام وش كان. كناوصلوا صفة ربعة ونزيدوا اكثر قيمة. وش يسر التدفق؟ يثبت. اذا هنا وش نقول نظام في حالة واش؟ تشبع. فاهمنا عليها جابر. ماريقلا. جابر وش رايك هذا النظام بل هابي. جابر شوف معايا. تشبع وتضخيم يتشابه في مرحلة واحدة. شتها هذي بلو لزرق؟ ايه. هذي بلو لزرق. تحقق التشبه صحيحة؟ في نص الوقت تحقق التضخيم. شفتها؟ تزخيم. هذي المرحلة نحتاجوها بزرق. هيا مشتركة. مرحلة مشتركة بلتضخيم وتشبه. جابر. هيا جابر شوف. نبعده الغسل يدين. ومن بعدها نجيب لك هذا. هذا وش هو؟ وش هو هذا؟ هذا هو المقال اللي هو ترانزيستور صحيحة. اذا هذا ترزيستور كيف عرفتو M-P-N انا؟ كان يزيج انوع M-P-N وكان P-N-P. كيف عرفتو سهم خارج؟ اذا كان سهم خارج من القاعدة سسميه M-P-N اذا كان سهم مرايح للقاعدة وش تسميه؟ P-N-P. صحيحة. اذا مدم سهم خارج سسميه M-P-N. يعني معنا تكيجي كميق حال اول حاجة شوف السهم. لما تبدأ تحل تمارين؟ تمارين. صحيحة. من بعدها. مدم سهم خارج وين تلقى السهم ديما هذا وش يسميه الباعث؟ لقيت السهم هنا هنا اكتب الباعث. ايه. لقيت السهم هنا مثلا لقيت السهم هنا اكتب هنا الباعث. تفاهمين؟ من بعد اجماعة مدم الباعث منه وش يقابلوا؟ وش يقابلوا؟ جامع. جامع. كوليكتور صحيحة. باعث منه. وهذا كوليكتور. زيدوا. وليتقعت منه اللي هي قاعدة. لا بص. تفاهمين عليها؟ اذا نجمع شوفوا تيار اي بي. ترزيس الانبيان يشبه هذا التركيب. اتجاه الاصبع الى السدادة وش يقابلوا هنا يا؟ اتجاه تيار الى واش؟ قاعدة ترزيس التيار اي بي. شوفوا كيف كيف كيف؟ شوفوا شوفوا فهمتوا ولا مش ههمتوا؟ اتجاه تيار اي بي نحو القاعدة يشبه اتجاه الاصبع نحو السداد. وثاني حاجة ايا ما نحكوش على التفارق. خلينا متفارق. وثاني حاجة تيار اي سي هذا اللي يجي من الفوق. واش لما يشبه؟ اتجاه الواش؟ تدفق الغسل. ايا هذا النظام يشبه هذا النظام ولا لا لا لا. فانزيس الانبيان يشبه النظام هذا كيف كيف نفس الخدمة. اهمين عليها جبر. نكملوا جبر. نعم. صحيح تنكمل. هذا تيار اي سي وهذا تيار اي بي. صحيح. شوفوا معي شوفوا معي جبر. كي يعطي لك المقحل. كي يعطي لك المقحل. اول حاجة شوفوا السهم. ثاني حاجة. نوع. اي السهم باتخرج النوع. ثاني حاجة تعين الباعث والجامع والقاعدة. والقاعدة. حاجة اهم حاجة تعين استقطابية تعطى رانزيسطة. استقطابية الجهود. استقطابية الجهود. اخي حكينا عليها في القانون العروات. وش قلنا. قلنا اي عنصر الكهربائي استقطابية تلجو التاع وش حتكون. حتكون عكس مرور الطيع. صحيح. نعم. اما هنا كده حتكون كينا استقطابية. قاد يقولي الشخص يقولي كينا كلاثة واحدة. الزوج. كلاثة. احنا وش نحتاجه ونحتاجه الزوج. صحيته. شوفوا كيفين خرج الاستقطابية بها مرة جيه ما تنسيوهاش. وما تحفظوش تكونوا متكونين مهما يبدلك مقحة. تخرجها بكل بساطة. شوف نجمع على تيار هذا اي بي. خي يمشي هكذا تيار اي بي. تيار اي بي. وتيار اي بي. يمشي هكذا تيار اي بي. شوف ما يصامكم بلون الازرق السهل. وكأنه تيار رايح بهذا الشكل. وكأنه أنا قلتكم ما. وكأنه عليها قلتكم هكذا. بها نخرجو استقطابية على المقحة. مدام تيار يمشي هكذا. سيكون العكس تيار. صحيته سيكون بهذا الشكل. فاهمين عليها. اذا هذا الجهد بينهاش. نسميه في. بالعقل. في. سهم ونه رايح سهم. لا رايح للبي مع انتها سهميه في بي. من بعد سهمة او اسهمه في بي بي او. اذا ماش مع انتها في بي او? مع انتها فرق الكومون بين واش? البي او وال او. صحيت. سهلا مش سهلا. صحت روحوا لي بعدها. سؤال ما تروح. في بي او شو نسميها جذر? دي ما يسميه لك جهد العتبة. سير فاصل سبعة أصف فاصل ثلاثة سير فاصل سبعة سنسمع العتبة تع الباب أي دار فيها العتبة تع الباب ألا يدير العتبة تع الباب لا يدخل الماء لو كان يتصببون طرق قاوية ويرتفع المستوى الماء أكثر من العتبة تع الباب ما أحصر الماء يدخل الباب ولا ما يدخلش يدخل دار ما يدخلش يدخل صحيح يدخل صحيح صحيح اذا اذا باهت شو على جود العتبة طايتكم هذا مثل عتبة الباب مثلا عتبة الباب تسوي 0.7 سنتيمتر ايوه شاهو لكنت صبام طه شفتها جابر وش صرع جابر هنا يا اذا هذه العتبة هذي العتبة هي هذه العتبة كانت تحمي الضار من الماء ميز هالي يصبت المطرر لازم تجاوزها شوه عدم تجاوزها لازم نجاوزها احنا راكم ايا احنا ذو كل مقحل هذا في بي وجود العتبة وش معناتها معناتها الصيفة فاصل سبعة فوط بها المقحل يولي ممر لازم جهد المدخل يكون اكبر من صيفة فاصل سبعة فوط بها يكون مقحل في حالة تمر باتي يا ريمر كما هنا لا لا كل مرة كيفة هذه قيمة الجهد العتبة تعطى من طرف صانيك كما هذا كما هنا لما وقتها اه ما وقتها انتقل وقتها فاصل سبعة لما الارتفاع المنسوبية فات صيفة فاصل سبعة سنتيمة صحيح نعم فهمت عليها ما هو جهد العتبة معناتها مصدر الجهد انك نغذيه الترانزيستور لازم نعطله جهد اكبر من جهد العتبة بيكون ممر فاهمين عليها نعم 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 فالجهد الثاني الجهد الثاني استقطابية تعطف ح تكون في سي يو في سي يو صحيح شوف شوف تيار كيفا يمشي يمشي بهذا عكس في السيارة مدام تيار يمشي من فوق وهابطل تحت استقطابية تعه عكس التيار اذا الجهد هذا وش نسميه ساهمونا رايح لسي ونسميه في سي وش معانتها في سي وش معانتها في سي هي فرق الكومون بين نقطة سي ونقطة صحيح اتجابة اذا نجاب روش معانتها كي يعطي لك المقحل اول حاجة وش دير شوف السهم بتعرف نوع تعهو ثاني حاجة تسمي سمي الأقطاب تعهو ثلث حاجة التيارات رابع حاجة استقطابية كي تكمل هاذو ابدأ حل تماري تفاهمين عليها صحيح شماع شوفها جابه ذوكو شاحن ديرو اسكو ذوكو نحن نسألو ورواحنا السؤال على استدعطالي هذا النظام الغسول يدي اسكو صحيح مقال يخدم نفس خدمتها او ولا لا انا راح نبرح لكو بلي يخدم خدمتها وشو شاحن دير شو شاحن دير ركز معي مليعي جبت دارة كهربائية فيها الترانزيستور ركماية من بعدها جبت جهاز متعدل القياسات راح نقيسه التيار اي بي هايوة لازم يوصل على تسلسل جهاز متعدل القياسات خيب هذا الشك بها نقيسه التيار هذا الجهاز وش يقيس لي يقيس لي تيار وش هو اي بي هكذا اي بي ها وجهاز الثاني وش هنقيس راح نربطه على تسلسل اي بان قاسوتية اي سي ايوة اذا كان كان اي بي كونكان اي سي اذا ما كانش اي بي ما كانش اي صحي فاحي طرح كثمت اللي نسم خلنا نبدأ نديل مس سionalته صحيح اذا اي ش درنا وهذه المقاومة اي سي جابر نحيتها و اي بي اس 성ير ابي اي بي بيضاء في اي سي بي أقل بلقل ا внеш حان ند vino في الدارس اوكي بدogeneous بزيء. اكثر من لسه. شوف مقاومة هذي نحيتها. وعوتها بمصباح. لا عوتها بمصباحة جب. على. شوفه اسكويت وهج. يا صحي. شوفوا يا مصباح. ايو. بس كل مصباح كيعد منطفع عندي تيار يسير السفر. كل ما تزيد قوت توهج المصباح نفهم بلي تيار اسي وشارها يصرر له يزداد. ونهار يثبت نهار تثبت شدة توهج المصباح. وش نقوله نقوله تيار وينو تيار اسي وش تصرر له ثبت. هكذا. تاهمين. شوف اذا. اذا قبل اذرنا قوة الضغط مع قوة التدفق. هنا العلاقة المقحة الواشي هو تيار اي بي مع واش تيار اسي. تيار اي بي وتيار اسي. صحي. شوفوا مع ايا. لو كان المدو لذات هذي المقاومة متغيرة جدا. على هذا صحي. هاي جوب. مقاومة متغيرة. قيمة نجاح. نتحكم فيها. نتحكم فيها. نتحكم فيها. بزاف. ونبدأ نقصها تدريجيا بها تيار اي بي وش نصرره يبدأ يزيد. نعم. صحي. شوف. كتاب المقاومة اي ربطة او الملاني هاي تيار اي بي وش يساوي. يساوي. زيرو. صحي. 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 ايا شوف المصباح متوهج ولا مش متوهج. نعم. اهوش. وشوف الجهاز. صحي. اي سي وش يساوي. صحي. اذا هنا شوف تنزيجته في حالة. في حالة. في حالة. في حالة المنع. في حالة. منع. اي اي. نعم. غير ممر. تيار اي سي. صحي. وش رأيت لو كنزيد تيار. شوف تيار اي بي. قلبت وصيف فاصل واحد. وش صرر المصباح. شوف لي. توهج. توهج متوهج. او شبيه. ضعيف ولا لا لا. ضعيف جدا. ضعيف. وكي قصي تيار اي سي وش يجيتو? عشر. عشر هاي. زيدو تيار اي بي. يعني زيتو قلبتو صيف فاصل اثنين. وش ولت؟ نشوف لي مصباح. زادت الاضاء انتهوا. اه طواهج. نعم. ايوة. كي شفت. اي سي وي عشرين. شان نلاحظوا ما بين تيار اي بي. ما بين تيار اي بي وطيار اي سي وش هي واع على اوشية تردية. كل ما يزيد اي بي. اتزيد اي سي. صحي. رحو صيف فاصل ثلاثة. هاوزر التوهش. وش لقينا في تيار ايسي? ثلاثين. ثلاثين. زيده اكثر. سيف فاصل ربعة. وش لقينا تيار? ربعين. ربعين. سؤال ما تذهب يا جيبر. شوف. من سيف فاصل واحد حتى سيف فاصل ربعة. شوف علاقة ما بين اي بي و اي سي. كيش ما كان ما بين اي بي و اي سي. عشرة. مضرب في عشرة. مضرب في مئة. ماشي عشرة. اذا وش نقول. مئة في مئة. قلو مي اقحل هنا اوش يعمل. يعمل في حالة التضخيم. هي بيطة اي بيطة تساوي مئة. بيطة هية معامل تضخيم. اذا اي كيش يساوي يساوي也 بي وبيطة هي معامل تضخيم. اي بي يساوي بيطة في اي سي. اي سي تساوي اي سى في اي بي. اي سي يللي تساوي. اوكي صاحي. نعم وبيطة هي معامل تضخيم. صاحي تعجب. جابا لو كنزيدor مثلا في التيار شوف. زيجتلو بغا ربعين. تشبنا تيار ينا ربعين يزيده سيف فاصل ستة. تيار اي سي ثبت. اذا هذه الاحتمالية الثالثة وش نقوله الميق حلوان ونوصل. تشبه. وصل حالة تشبه. وش مع انت حالة تشبه الجابر? وش معنات? ما يقدرش زيته. مع انت كان واحد القيمة نوصل لها في التيار اي بي. اي سي وش يصير لها تثبت. ايش هي القيمة هذي اللي وصلت لها اللي التيار يثبت. سيف فاصل ربع. سيف فاصل ربع. اسيف فاصل ربعه وش يسموها وش معنات اي بي ساتوري? هي قيمة التيار اي بي كنت ان وصل لها اي سي راح يثبت. يوصل اكبر قيمة ليه ويثبت. اذا هذا المقحل جدا في احتمالية تشغيل. مقحل جدا في احتمل تشغيل. جدا في احتمالية. الثلاثة. الثلاثة. والاشي هي? اللي هو لها دي. المنع. 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 ايا في المنع اي بي وش يساوي. هيا بالعقل. اي بي وش يساوي. واسي وش يساوي. يساوي السيفة. ولا اه كي عود مانع ميقحل وش يمثل وش يو كافة. شو وش رسمتك هنا وش يو كافة. قاطع عام مفتوحة. قاطع عام مفتوحة. ما تمراش تيا. اذا الجهد بينها. نعم. وش يساوي. لا قد تقول تسعى فول. يساوي تسعى فول. اذا قاطع عام مفتوحة. هيا جهد جهد الخروج. اذا اديها من عندي نصيحة. اوديها من عندي نصيحة كامل. كتعد عندي دارة وفيها قاطع عام مفتوحة. كتجي قد قيس الجهد بين طرفيها. وكأنه وشها كدية تقيس الجهد بينها مولد الجهد. اذا مولد الجهد خيوة. اودي تسعى الفول. نعم. بذا الحالة في سيو. تسعى الفول. ش يرمز لها عندها الرمز الخاص. وش يرمز لها? في سيو بلوك. كيتشوف في سيو بلوك افهم باللي ميقال في حالة المنح. وفي سيو بلوك وش يساوي يساوي جهد الخروج. تفاهمين عندي هذا جهد. نعم. نعم. نعم بريغلا. عرق تتمتع او لا تتمتع?. ايه راني تمتع. هي بصح تكمنها. رحوا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني واشي هو centre. واش قلنا نظام في حالة ميكحل في حالة واش? تضخيم. صحيح. حالة تضخيم لدينا علاقة طردية. واشي هي? واش قلت لي قبيلة? ما بين تيار اي سي و اي بي. اذا اي سي وش يساوي? يساوي بيطة في اي بي. وبيطة تعترصيب هذا تساوي مية. صحيح. هذا واشي هو احتمال تشغيل الثاني. احتمال تشغيل الثالث. تشبه. ايوة. وش هكت لاحظة تشبه وتضخيم? ايه بالعقل. 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 شوف التشبه وتضخيم. كين مرحلة مشتركة ولا مكانش? نعم كين مرحلة مشتركة. واش هي? بين التضخيم وتشبه. هي سيفة فصل اربعة. صحيح. هذه نحتاجوها بسي. مرحلة مهمة. مهمة صحيح. تدخل نحكو عني ها? اذا. هذي بلون لحمر وش نقوله المقحل في حالة واش? التشبه. تشبه. ايوة. في حالة تشبه. وكتن يتحقق تشبه آآ جابر. لما اي بي وش يكون? اكبر او يساوي هذه القيمة سيفة فصلة ربعة. شوف هذه سيفة فصلة ربعة. هاي. هذي سيفة فصلة ربعة وش يرمزونها? يرمزونها اي بي ساتوري. طيار قاعدة الذي يتحقق تشبه. مليحة? التشبه. مليح. صحيتو. والايسي وش يساوي? اي sesاتوري. اي ساتوري. اي ساتوري ما تعاندها? قيمة التيار الأعظاميه اللي يمدها? يمدها مولدهم. هوش يرمزونها? اي ساتوري. لا 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 اقانسيو اقانسيو اقانسيو. ماشي تاع الصانع. اه. ساله هذي مدهالك. اي شو يقول لك بتختار المقحل. السانع؟ ما اي شو يقول لك ما تغلق سانعي؟ سانعي يقول لك باللي هذا المقحل ماكسيمو التير المشي مئة ميلي أمبر. ماذا معناتها؟ لو كانت تفوت مئة أمبر في التركيب مقحل وشي صار له يتلف. اوكي. إذا هذي ربعين تركيب وإسي ماكسا ذيك تعصاني حذك بها نقارن بها. بها نختاره المقحل أسكو يصلح في تركيب ولا ما يصلح. إذا إسي وشي يسوي إسي ساتوري وهي أكبر قيمة ربعين. إذا المقحل وشي يكافي في حالة تشبه وشي يكافي؟ قاطعة مغلقة. ما بين collector ومغلقة. ما يساوي في هذه الحالة؟ سلك. ما يساوي سلك؟ جوتاع السلك وشي يساوي؟ سلك. اي. اشكو يساوي على المؤلف؟ لا لا سلك ما في لمقاملاتي. ما يساوي? إذا في حالة التشبه وشي يساوي؟ في حالة تشبع وش يساوي زيرا فورت؟ وفي سي يو تساوي سفر هالي يتساوي السفر اجماعة وش يرمز لها وش يرمز لها وش يرمز لها يرمز لها في سي يو ساتوري في سي يو ساتوري كي تشوف كلمة في سي يو سات شمعناتها معانتها المقحة ليعمل في حالة التشبع يمثل سيف صحي إذا نجمعها في سي يو ساتوري هذي جمعها في سي يو ساتوري هذي ما تمد لها زيرا فورت روح شوف الوثائق الصانع إذا أعطى لك قيمة تاحة أخدم بها قادة يمدهاك سيف فاصل خمسة بوط سيف فاصل تسعة فوط سيف فاصل ثمانية فوط إلى أخر حسو بوثائق صانع لو كان يمدهاك شو وثائق صانع وش تعتبرها وش تعتبرها زيرا فورت تفاهمين عليها؟ نعم ايوه زيد زيد ايسي وش يساوي اخي قلنا التشبع تدخيم تشابه في علاقة وش يا ايسي وش يساوي بيت طافي واش ايبي ساتوري ايبي ساتوري ايا جماعة وش مطلوب منكم مرة جايك تعاودوا الفيديو جماعة شو تهدي التشبع شو تهدي ربع القوانين ربع هذا لازم تكتبون في كرة صل ملاحظات هذو احنا نحتاجهم ديما هذو عنده دون نخدمو بيهم وش هي فيسيو ساتوري على التشبع بس كولي احنا ديما اخينا عن مقحال يتحكم في الوشعة بنتحكم في الوشعة لازم مقحال يكون في حالة تشبع يقول لك احسب تيار ايسي والمقامة والجود ولا كده ديما هنحسبوهم في حالة التشبع في حالة التشبع اذا وش تقوله فيسيو ساتوري لكل ممزاك شو ترقصان يساوي السفر والإسيو ش يساوي يساوي بيطة في إي بي ساتوري بيطة في إي بي ساتوري صحيح وإي سيو ش يساوي قيمة اعظامية إي ساتوري اذا هذا النظام اذا المقحال كده في احتمال تشغيل جاوبني يا جابر عاود لي المقحال في اربعة هيا واشيهما راكي 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 راح واشيهما ساميهم حالة لولا لا لا الحالة لولا وش هي احتمال او اي بي تساوي على بالي اي بي ساتوري هذه الحالة وش نسميها حالة المنع من مقحى المنع يكافئ قاطعة المنع يكافئ قاطعة مفتوح صحيح حالة ثانية بلولا هيا مفتوح هيا مقحى المكافئ اه تضخيم ناقل ووش يتحقق اي بي سيو شي ساوي في اي بي في اي بي والحالة الثلاثة وش هي يا التشبع على التشبع مقحل وش يكافئ مقحل وش يكافئ بي قاطعة مغلقة هي قاطعة مغلقة قاطعة مغلقة وكته يتحقق هذا الشرط لما اي بي اكبر من اي بي ساتوري وش ها حيحدث هنا اي سي يساوي اي سي ساتوري بسيو ساتوري يسير بالتقريب سيفا ويبقى قانون التضخيم صالح بشر بسيو ساتوري بطا في اي بي ساتوري صحيح نشوفك اش اسئلة ايوه اسئلة مكنش اريضا سألتني سؤال ريضا قلت لي ما يخدمش تحت هذه القيمة جهد العتبة ريضا اذا كان جهد الدخول اقل من جهد العتبة ما يمراش يكون مانع لازم في اونتري اكبر دائما من واش من في بيو على هالي في اونتري دي ما وشي مدونها خمسة فورت بيكون مقحل ممر ومن بعدها تبقى حاجة ثانية تيار ايب ساي ريضا شكون هذا اسحاق تكون هارطة ساهم في بيو يخي تاحا استاذ تكون عكس التيار اخي اعطيت لك رمز رمز متاحة اعطيت لك بنقاط متقطعة اليناب اللي اتجاه تاحا من يمين الى اليسار بعدها استقطابة تكون عكس التيار اسحاق هذه الاجابة لك اسحاق اه صفوان صاي هذا بنسبة جماعة مقحل صاي اذا هذه المرحلة بلول الازم في جابر هي مرحلة مشتركة مبين واش مبين تضخيم ومشتركة مبين واش التشبه اه التشبه صحي مرحلة مهمة اكيد نعم اه جماعة روحوا المثال ثاني شوفوا المثال ثاني جابر شوف ادرك واش عندي مثال اول مثال ثاني اسكو يشبه مثال اول شوف لا مختلف ايوا اذا سدده كيفا قلبتها قلبتها تمشي بالعكس اعكاست النابط باها نفتح سدده واشل اسكو ندفعوه سدده ولا نجبوها باها يسيح الغسول جاوبني نجبوها صحي اذا هذا نظام الثاني راحين اروحوا المقحل اخر مقحل اخش اسمو اسمو مقحل PNP PNP إذن PNP يشبه هذا النظام PNP PNP صحيح إذن هذا النظام لو كان ما نجبد السدادة ما كانش تدفق لو كان نجبدها بشوية وش يسرع يزيد التدفق كل ما نجبد يزيد التدفق إلى غاية وصول إلى تشبه إذن هذا النظام هذا النظام يشبه المقحل وشي هو PNP إذن المقحل PNP يخدم عكس وش مقحل PNP يعطي لك مقحل PNP كيف تعرفه PNP شوف السهم إذا كان داخل PNP إذا كان خارج PNP هذا السهم وش ميز داخل نتهى نكتب PNP صحيح ومادام لقيت السهم هذا هنا وش نكتب هذا وش هو صحيح وهذا القطب الموازلي وش هو مقابل وش نسميه وهذا القطب وش نسميه القاعدة قاعدة B تيار AB يروح القاعدة ولا يخرج من القاعدة في PNP يخرج من القاعدة يخرج كيف هذا النظام نظام هذا تجب التسدادة يدفق نفس العمل نفس العمل إنما AB يكون عكس سهلا لا يخرج من القاعدة سهلا نخرج من القاعدة استقطابيات استقطابيات من قاعدة BNP شوفوا الاستقطابيات من قاعدة BNP شوفوا ركزوا معي هذا EO هذا EC شوفوا شوفوا هنا وكأنه تيار يمشي بهذا الشكل صحو لا 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 وكأنه من EO من O يروح الجهد العكس الجهد عكس لا لا V لماذا رح يسم O O O B O B صحي يعني عكس انتاعه ولو كان حوله VBU وشي واللي ناقص VBU VBU نعم كما الأشعة اللي قريته ولو كان تعكس شعين وشاح يصرها يتبدل إشارتها صحي هذا الاستقطاب الأول استقطاب الثاني هنا جمع يصلح الاستقطاب لو ما يصلحش هنا هنا كما ها بنا بس كو تيار هذا هذا تيار روحوا هنا يصلح 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 بما أنه تيار يمشي من إميتور كوليكتور استقطاب يوش هتكون عكس التيار EO وهذه استقطاب وش نسميها V O C صحي هاي لو كان نحول ناقص VCU سهل BNB ولا مش سهل سهل هاي نعطيكم مثال واحد أخر على BNB نعطيكم هذا هذا المقحل وشي هو MBN ولا BNB هذا BNB على أكفى عرفته أو السهم داخل داخل صحي نكتب هنا PNB صحي مدام هنا السهم هنا وش نكتبه بعث والله بعث إميتور يكون الجامع وهنا وش يكون قاعدة قاعدة شاه معي شاه معي بلون الأصفر وكأنه تيار يمشي بهذا الشكل استقطابيها وش رح تكون عكس التيار أيوه الجهد وش نسميه هذا نعم وش نسميه B B O B O B B هذا وش نسميه جهد العتبع تعمل مقحل PNB وحيكون بالسأل بجمع أوكي حيكون بالسأل صحي الاستقطابية الثانية وراه وكأنه تيار يمشي من الأو يروح للسأل استقطابيه وش رح تكون V O C عكس التيار إذن هذي ش يسميها V O C أو سي ولا لو كانت حولها V C وش تولي ناقص V C ناقص V C هذا هو المقحل PNB يعني أهم حاجة وش عرفنا اليوم في حصات تعالي ومجمع عرفنا مبدأ عمل تعالي المقحل خيش شفتم مبدأ عمل مقحل سهل يحتوي على الحصر ثم تشبه ثم التضخيم ثم تشبه وكان احتمال آخر غير مرغو فيه منع والاحتمال غير مرغو فيه الرابع لازمنا ما نفوته قيم وثائق الصانع لو كان نفوته قيم وثائق الصانع في التركيب المقحل وش حصل له يتلى صحيح هيا كاش أسئلة هيا يا جماعة اللي عنده أسئلة يتفضل به نعطيكم طريقة التعامل مع المقحل كيف نتعاملهم مع تمارين المقحل هيا اللي عنده أسئلة يتفضل الولاد لهم يسمع ضاكو الجابر صاي ضاكو نشوفه شخص آخر شكل يحب يدخل في حصة شكل يحب يشارك معنا واحد جديد نجمعنا نجمعنا مذبية كل مرة واحد جديد هيا اللي يحب يشارك يرفع يدوش معه فريال فريال جابر كوبي صوت تاعك صحيح صحيح مهدي إسراء تفضلي إسراء إسراء السلام وعليكم والسلام ورحمة الله شوفي إسراء وشحندي ندركه راح نكوبي البث ونعود ندخل درجة جديدة جماعة بس قح ينتهي الوقت طيب جماعة بعد ما عرفنا المقحل مبدأ عمل تاعه وبعد عرفنا كيف نعرفوا النوع تاعه كيف نخرجوا للأقطاب وكيف نخرجوا التيارات وكيف نخرجوا الإسراء طبي راح نعطيكم حاجة مهمة بسيارة جماعة جماعة لازم أي معلومات عرف تنظمها إنهالي تنظم المعلومات تاعك منكش هتلقى حتى إشكال ولو حتى يكون سؤال صعيب هكذا إذن راح نروحوا باع راحوا تمارين حول المقحل مهدي باكتما فيها مهدي صحي صحي مهدي راحوا بل ما نحلوا تمارين الحصة الجاي إن شاء الله راح نعطيكم واحد الخطوات لازم تكتبوها في كراسة ملاحظة وتتعودوا تخدموا بها نهار ليجيك تمارين حول المقحل نهاري تكون منظم في رأسك صدقون يا جماعة ولو يعطيكم أصعب تمارين في الجامعة مشي في الباكالوري راح تقيوه سهل سهل بسيط درجة ما تتصوروهاش هكذا كيف أتعامل مع المقحل عبدو عبدو وش قلنا بنحلو تمارين تعمل مقحل لازم تكون عنا خطوات تكون في رأسنا هكذا الخطوة الأولى وشي هي خطوة الأولى وشي هي خطوة الأولى وشي هي نوع المقحل نوع المقحل والأقطاب بما أنه سهم خارج من القاعدة إذن وشي هذا المقحل نسمي بما أنه سهم خارج إذن هذا قطب نسميه ولي يكون مقابل وشي هو هو الجامع السي ولي يبقى منه في جهة اليسار هو قاعدة ب هذه أول حاجة ثاني حاجة وشي يقول لك يقول لك عين اتجاه تيار وشي يقول لك الاسرق قبل ما تحل التمارين صحيح بما أنه هذا تيار راح يروح القاعدة يا إذا شفناها صحيح وهذا تيار إي سي وهذا لي منه تيار إي وعندنا نحتاج لديماء تيار إي بي تيار إي بي وتيار إي سي أكذا بما أنه وكأنه التيار يمشي بهذا الشكل وكأنه تيار يمشي بهذا الشكل إي سيطر طابع تكون عكس التيار إذا ما نسميه إي بي سهلا وبما أنه التيار يمشي من السي يروح لإيميتور بهذا الشكل إي سيطر طابع تيار إذا ما نسميه عكس التيار إذا ما نسميه بي سي زيت لها ساتوري بس كنا نحن ديما نحن نخدمه في الميقاح في حالة التشبه صحيح كي يقول لك إذا تلقى ميقاح يتحكم في الواشياء عارب في الميقاح في حالة التشبه تفاهمينا وفي بي وش نسميه الجهدة العتب بعد ما كملنا بعد ما تكملنا با رحوا جيم جيم وش يقول لك جيم وش يقول لك يقول لك استعمل قانون وش مع أنت كي يجيك أي سؤال جماعة وش هي الأسئلة حجي في المقحل أسئلة حجي في المقحل يقول لك أحسب تيار يأحسب الجهد يأحسب المقام هذه الأسئلة ثلاثة جماعة كي يقول لك أي سؤال من هذه الثلاثة أبددي ما بقانون فهمين عليها عبدو مثلا هنا مثلا اعطى لك هذه الضارة. سؤال هذه الضارة واذا قلنا خيال لازم نشكلها. عندنا هذه في بيو. عندنا عندنا هذه وش يسميه في سيو ساتوري. عندنا هذا تيار يمشي بهذا الشكل. عندنا هذا في ير بي في ير بي استقطابية عاكس تيار. تسمع في عبده. بما انه تيار يمشي بهذا الشكل استقطابية المقاومة تكون عاكس. وش بطانة استقطابية الوشعة ومولد جهد الخروج. هذا بما انه تيار يمشي بهذا الشكل. استقطابية مولد الخروج تبع التيار. واستقطابية المقاومة الداخلية تع الوشعة وش حتكون. عكسة تيار. هذا يحصى جمع هذه الامور اللي عنده فيهم مشكلة. راح يتفرج القانون العروات. فاهمنا عليها. اذا. واذا قلنا جيم. اي سؤال يسألوا لي احسب مقاومة احسب تيار احسب جهد. ديما نبدأ بقانون لول او. قانون الاو مش يقولنا. مثلا. مثلا. راكم تشوفه بلون البنفسجي هذا. مثلا جانا سؤال يقول لي احسب احسب اي سي لي مر عبر مقاومة اركا. يقول لي احسب في اي اركا. هذه من الاسئلة قادمة يدهم لك الوشعة. هاي وا. مثلا. لقد يقول لك. ديما ابدأ بقانون كيشوف. قانون الاو. صحي. اذا في اركا جمع. وش يساوي. قانون الاو. عبارة. وش يقولنا جهد بين طرفين المقاومة. وش يساوي. يساوي مقاومة الداخلية. اركا. في التي الذي يجتزوها. صحي. اذا ابدأ بقانون الاو. صحي. اذا اعطى لك اركا. اعطى لك اي سي. تهجد تحسب في اركا لو بدج احسبها. تهجد تحسبها بكل? ببساطة. بذب. لو كان يطلب منك يقول لك احسب لي اركا. لو كان يقول لك احسب لي اركا. اركا. وشي يساوي يجماع؟ اركا. يساوي في اركا. على اس. راح يمد لك. دي اركا في اس.他是 لو كان يميد لك كل شي معلوم قانون أوم رح يسيكك رح يحل لك مشكلة تفاهمين عليها يعني أبدأ بقانون أوم ما تبدأش تفسر مثلا يقول لك أحسب أركا أركا وش يساوي يساوي أركا وش يساوي جماعة يساوي في أركا لا إيس شر يعطي لك الجهد في أركا يعطي لك إيس مثلا مثلا مقاومة أربي مش قادر يسألك فيها مقاومة أربي قاد يقول لك أحسب مقاومة أربي قاد يقول لك أحسب جهد بين طرفين مقاومة أربي ولا قاد يقول لك أحسب تيار الذي يجتز مقاومة أربي خلال هذه الأسئلة قادرتي إذن جهد بين جهد بين طرفين مقاومة أربي وش يساوي في أربي جاوبني يا عبدون في أربي وش يساوي اي بي في اي بي. صحيح اذا يساوي اي بي مقاومته الداخلية في التيار الذي يجتزه هو التيار قاعدة. لو كان مثلا يقول لك احسب لي اي بي ابدأ بقانون اوم. اي بي وش يساوي? يساوي في اير بي على اير بي. يعني اوش معناتها اي سؤال يجيك لازم لما تبدأ بقانون اوم. اذا كي يقول لك احسب اي بي يعطيك في اير بي اير بي اذا اعطاهم لك تحل مشكلة او لا تحلش مشكلة. كيمي دهم لك ويجيب. يتحل المشكلة صاحك. ندركو روحو روحو دال. دال واشي هو استخدمت القانون الام. نقول عبدو استخدمت القانون الام وخرجت العبارة على قانون الام. بالصح في القانون الام لجيت الجهد مجهول. مثلا جيت تحسب اير بي اير بي يش تساوي اير بي. اير بي اير بي. خيطوا ساوي. في اير بي على اي بي. خيطوا عبدو تخيل انت اي بي اعطاه لك بصح في اربي ما قيتوش اعطاه لك مجهول في هذه الحلوة وش راح تدير وش راح تدير قانون عروت استخدم قانون العروت بما انه اربي موجودة في دار الدخول نستخدمه عروت الدخول اذا دال بعد ما استخدمت القانون الاوم وقيت فيه مجهول الي والجهد وش يقولك استعمل قانون عروت وانت مغمض عينيك راح تحل المشكل بتاعك اذا ايركا مثلا حبي نحسبو ايركا عبدو ايركا وش تساوي بقانون الام خينا نبدأ بقانون الام ايركا وش يساوي يساوي في ايركا على اي سي مثلا اي سي اعطالك قيمة واجدة في ايركا ما اعطاه لكش في هذه الحلوة وش تولي تخمم وش تخمم في ايركا مجهول صحي اذا ندير عليه علامة استفهام وفي ايركا نجيبه من قانون العروت بالضبط من العروت الخروج من دارات الخروج اذا العروة هاي ورا العروة خي قوتكم اجماعة العروة من مستحسن العروة جماعة كيف يديرو العروة يديروها عكس المجهول انا وشانح نحن نحسب ياربي يديروها العكس انتاعه عكس انتاعها بس قولها كي تنقلها الطرف ثانية تنقلها غير هي وتوصل لنتيجة مباشرة اذا قانون العروت وش يقولنا ذاكو سؤال سؤال مطلب مني بعد ما استخدمت القانون ماساعدنيش لجيت الجهد المجهول اذا الجهد ديما نستخدموه قانون العروات وبما انه ينتمي دارة الخروج وش نستخدمه عروات الخروج اذا وش يسوي جمعه من قانون العروات مجموع الجهود في الدارة مغلاقة وش يسوي السفة اللي تكون تمشي مع مع العروة تكون موجبة اللي تكون عكس العروة السلبة ها نبدأ في سي 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 تمشي مع العروة ولا العكس ها يجاوب عبدو تمشي معها معتها موجبة الرقا. ما عكس معك ههه ناقص فير. ه longer ناقص فيارك. فيسيو ساتوري. ها نشوف العكس العكس. ايه ناقص فيسيسي. هذو كم ليو شي ساوي? زير. انا وشي والهدف علي. حاب نحسن فيارك او خير حاب نحسن فيارك. ها وره. اذا فيارك. كنوا ننقلوا الطرف الثاني وشي اللي يساوي بيار. اللي بيارك وشي يساوي 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 يساوي. يساوي. ناقص فيسيو ستوري. ايا VCO ساتوري يجمع إذا ما أعطيها لك شوثي أقصان وش تعتبرها؟ لو كلمة بدها كوثي أقصان تعتبر زيرا إذا أعطي لك بوثي أقصان عوضها بقيمتها كما هنا VCO ساتوري أعطيها زيرو لو كلمة بدها كوثي أقصان ذاكو هذا VCO VR وش ندير لها؟ بعد ما إلقي العبارة تحتها ونتيجة تحتها ونعوضها؟ شو نعوضها؟ نعوضها هنا صحيح مثلاً VCO ساتوري أعطيها لي زيرو مثلاً وش تقولي VRK VCC ناقص زيرو وVCC مثلاً أعطيها هنا تس عبوض وولي تس عبوض على إيسي وهنا أزكو تحل مشكلة هنا أو لا تحلل مشكلة؟ جاوبني عاد صحيح إذا أول حاجة تبدأ بقانون أوم إذا ما لديتش مشكلة أكتنيت إذا بديت بالقانون أوم وقيت جهد مجهول كيف تحسب الجهد؟ قانون؟ قانون عروض عروض صحيح نزيدكم إحتمال ثاني ها مثلاً مثلاً عبدو مثلاً قال لك أحسب لي تيار إيبي نحسب لي تيار إيبي بأن نحسب تيار إيبي باش نبدأ بقانون أوم في VRB وش يساوي؟ يساوي AirB في إيبي إذاً إيبي وش يساوي عبوض؟ صحيح يساوي VRB على AirB تخيل مثلاً AirB أعطيها لك وVRB ما أعطيها لكش مجهولة في هذه الحلقة قانون أوم ساعدك ولا ما ساعدكش؟ قانون أوم إذاً إلقيت VRB مجهول كيف تحسب VRB؟ قانون أوم ساعد صحيح إذاً VRB مجهول نديره عروة الدخول عروة الدخول من المستحسن وش نديرها عكس المجهول عكس VRB بس كم بها العملية تنقض دينا سهلة إذاً العروة تمشي بهذا شكل إذاً خرج لي VRB من قانون العروة هذه خرج لي العبارة على العروة هذه خرجها العروة هذه هاي تفضل ساوي VC نقضي ويو صحيح إذاً 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 زميكم اشقال VRB تمشي مع العروة موجبة VRB عكس العروة تولي ناقص VRB وجود العتبة عكس العروة هذو كم يساوي السفر زميكم خرج هالي مباشرةً إذاً VRB لاني حنحوك وسعليها VRB اشتساوي؟ تساوي VRB ناقص جهد العتبة وجود العتبة يعطاه من طرف الصانع نعتبر مثلاً VRB يعطاه هذه خمسة فورت وجود العتبة صفة السبعة إذاً VRB يساوي يساوي خمسة ناقص سبعة سبعة يساوي ربعة فاصل ثيثة وتعوضها في القانون هذا ومن بعدها تلقى التيار إذاً عبدو شو قلنا؟ نبدأ بقانون أوم يا كذا؟ لو كان مثلاً روح القانون أوم وجود جهد مجهول جهد ما نحسبه؟ من العروة إذا كان مجهول جاي في الدارة الدخول نستخدمه عروة الدخول إذا كان مجهول موجود في دارة الخروج نستخدمه عروة الخروج مليحة عبدو أبدأ تنظم أفكار روح لبعدها 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 وشي هو؟ جيم أليف با جيم ديل ها بعدها ها عبدو وشو قلنا؟ نبدأ بقانون أوم ممكن نلقى وجود مجهول قادر قادر تلقى تلقى المجهول قادر تلقى هذه ولا ما تلقى هاش تلقى المجهول جيت تخدم قانون أوم قادر ما يساعدك قانون أوم معاناتها أبدأ بقانون أوم ديما وبعد أخدم مثلاً إيسي شو معايا مثلاً حاب نحسبوا مثلاً ERK ولا VRK ولا أي حاج إذاً حاب نحسب EEC حاب نحسب VRK راكم معايا VRK وش يساوي؟ يساوي ERK في EC في ركاي وإيسي خيل لا 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 راح نحسبو VRK نبدأ بقانون أوم ديما نبدأ بقانون أوم فاهمين خيل مثلاً تخيل مثلاً يسي قيتو من العقد. فهذا عطيكم واحد طريقة سهلة جماعة. في التيارة كده عندي تيار في التنزيستور. عندي نخيزوش تيارات. اي سي وش نسميه? تيار الخروج. و اي بي وش نسميه? تيار الدخول. خيالك ده. تخيل جيت تحسب الجهد. جيت تحسب الجهد. ايركا عندك. مية اي سي ما كانش. كيف تحسب اي سي. شو معاك تحسب اي سي. اي سي 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 الدخول. اي سي. خروج معانتها يسي سي سي. ناقص. 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 في سي سي ساتور. هكذا. معانتها وكأنه حاب نخرجوا الجهد اللي يغذي المقاومة. اذا جهد لغذي المقاومة. يعني هذي من جبنها جبنها من قانون من قانون العروة. اذا. اذا. اي سي وش يسي ويسي 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 ومسدر خروج ناقص في سي ساتور. هذي تبقى ديمة ثابتة. على وش? على اير اكيفالو صارتي. اير اكيفالو صارتي. ايش معانتها صارتي. على المخرج هذي. جميعا كده كينا مقاومة هنا يا. في المخرج. واحدة. واحدة. اذا نشتولي على اير كا. وكان جوا عن نزوج على التسلسل. واش تولي? في سي يو. على اير كا زي اير ثني. يعني شوف في المخرج. هذي القانون ديمة ثابت. هذي سوف قادي في راسك. صحيح. اي سي ديمة يستوي هكذا. متفاهمين عليها. سهلة ومشي سهلة. سهلة. اي اذا. جيت نحسب في اير كا. يجيت بلي تيار اي سي مجهول. اتيار اي سي كفا نحسبه. يسوي ناقص في سي ساتوري على اير اكيفالو صارت. واحسب المقاومة المكافئة تعال المخرج. اطوصو تقولي اير كا زي اير بي. هذو معنوش علاقة بعضهم. اير كا تعال خروج. والاير بي تعوش. تعال دخول. تفاهمينا. اذا. بعد ما نلقى اي سي بعد ما تحسبوه. شدير اي سي تعاوضو هنا يعني. سهلة ومشي سهلة. رحوا لي بعدها. مثلا سؤالي بعده. قال لك احسب لي عبدو. سؤالي بعده. قال لك احسب لي في اير بي. احسب لي في اير بي. احسب لي جهد في اير بي. هيا جاوبي. صحيت. في اير بي وشي سيوي. يساوي مقاومة هذه الناقل. اير بي. في اير بي. احسب اير بي اعطيها لك. بصر اي بي ما احطيها لكش. فتحسب اي بي. هيا جاوبني. اير بي. اي اون تري ناقص بي بي. او ساعة. اي او ناقص بي بي. او. صحيت. اذا اي بي وشي سيوي عنده قانون. ايوه يساوي يساوي جهد الدخول صحيح يعني ناقص جهد العتبة ولو يكونوا عندنا خمس مقاومة تجمع يبقى البسط دي ما ثابتة تاهمينا اذا اي بيو يساوي جهد التغذية ناقص العتبة فقط ناقص على الكل على واش على واش مقاومة وكيف اتع واش تعد دخول بما ان هناك ايربي معانت على ايربي لو كانت ايربي و ايرسي على تسلسل اذا مقامة مكافأة الدخول واش تساوي تساوي ايربي زايد ايرسي مفاومة انا شو مفاومة ايربي زايد ايرسي ايوه ايرسي صحيح تو اذا كنجي جني تمارين تعال مقحل واحد نعينو المقحل والاقطاب اثنين تعين ايتيجا التيار الاستقطابية ثلاثة باش نبدأ اي سؤال يختار حوليا نبدأ بقانون اوم اوكي اذا قانون اوم سلكني انتهى السؤال اذا ما سلكني اش قادة نقيا فيه مجهول جهد اذا يلقي الجهد مجهول واش نستخدمه قانون العروات اذا اخذبت قانون اوم وليلقي التيار مجهول واش نستخدم التيار صحيح مفاومة واش مفاومة عبدو عبدو مثلا قل لك احسب لي ايربي ايربي واش تساوي ايربي اولا اي بي خيال لو كان لقيت جهد مجهول و اي بي مجهول فيزوج مجهولي واش تدير فاني حالة نستعملهم فيزوج نستعملهم صحي نستعملهم فيزوج ايربي خرجوا بقانون العروات والاي بي خرجوا بهذا قانونين عندوا قانون بتاعه شاهمة شاهمين اجماعة نكمل نكمل والاحتمال الاخير بعد هنا هنا كي نقو اي بي مجهول نحسبوه نحسبوه ونعوضوه هنا ونلقو نتيجة نلقو نتيجة بكل ببساطة كان احتمال اخير اجماعة احتمال اخير واش هو يقولك اذا لم تجد التيار استعمل قانون تضخين تخيل اجماعة جيت تخدم تيار مجهول مثلا طلب منك تيار اي سي ركموا معايا تيار اي سي ماعطالكش مقاومة هذي مقاومة هذي ماعطالكش مقاومة تاح كيف نحسبوه التيار اي سي في هذه الحالة نحسب اي بي ونضربوه في بي طا طاحي في هذه الحالة لو كان هذا القانون ينفزو جميع ساعة دوكش في هذه الحالة واش يقول لك اذا لم تجد التيار استعمل قانون تضخيم وقانون تضخيم اجماعة واش يساوي اي ساوي اي ساي الطا في ابي ساتوري مثلا uy اجماعة قال لكم اناعطيكم سؤال مثلا قبيلة اوجي قليتكم احسبولي اي ربي اير بي اي ربي واش يساوي اخو القانون هذا حي ساعدك قانون AB يساعدكش يساعدكش هتكون المقاومة عندكش في هذه الحالة تأكد في الثمانين مش هحمد لك هحيقول لك بيطة يساوي 100 و EC يعطيها لك ولا تقدر تحسبها ثاني وكل ما يعطيكش EC يحسبها يحسبها كتلقاها يقسمها على بيطة بتلقى AB تفاهمين عليها هذا هو درس ترنزيستور عرفنا مبدأ عمل ترنزيستور بعدها وش عرفنا عرفنا كيف نعرفو الترنزيستور بعدما عرفنا كيف نعينو الأقطاب اcriptions كيف نعينو التيات ال lawyers بعدما عرف نعينو استقطابية بعدما آخر ما أعطيتكم كيف نتعاملو مع تمارين ترنزيستور كيف نتعاملو مع تمامين ترنزيستور أول حاجة تعين نوع المقحل والأكتاب ثاني حاجه وش قلنا تعين إتيجاتيات الاستقطابية ثلث حاجة نبدأ بقانون OM أي سؤال نبدأ بقانون OM إذا خدمت قانون OM والجهد مجهول استخدم قانون الاروات إذا أخدمت قانون أوم ولقي تيار مجهول استخدم تيار إي سي وتيار إي بي هكذا وإذا مثلا لقيت مجهول تيار إي سي والله إي بي وهذا القواني زوج ما أساعدوكش حتما قانون تضخيم راح يحلك المشكل أنتعك هكذا فجماعكش ما عندهم أسئلة اللي عنده أسئلة يتحضر إي بي ساتوري حطوه زير والله لحثة وثي اختصانة بي سيو ساتوري مش قلنا جماعة لو كان ما يمدلكش وثي اختصانة وش تعتبره زيره وكان يعطي لك وثي اختصانة تعوض بالقيمة تعوض بالقيمة تعوض زميكم سأل لي سؤال وش قال لي قال يا أستاذ أستاذ تنائي العجلة ما يهمش ريضا ريضا تفضل ريضا ايا ريضا تفضل فهمني السؤال تاعك ما فهمتكش ريضا قطلك ذكسونة العجلة ما يدخلش في الحسابات في الحسابات ما يدخلش وش ندير بر عروه هالي لو كان دير عروه هالي وش تمدلي عروه هالي تولي فياكا وش يساوي فيديو ما عندي ما ندير بها على هذي نستخدم العروة الخروج هالي هذي العروة الخروج ومرة جاي نعطيها هاكم في تمام لازلوا تفهموا مليحة دارة أحادي السلك نحول هاكم دارة ثنائي السلك هاكذا جماعة إسراء أستاذ درس منطقة عاقبي وكتا نبدأ جماعة يوم تسرعوش يوم اللي حاب يتكون ويجيب نقطة عشرين وفي الجامعة يتألق وكيتخرج ميقا حتى إشكالية لازم تكون عنده لاباز قاوية كتون عندك لاباز قاوية ترمينا حاجيك باسيك قاطب على هالي دي ما كم تسألوني منطقة تعاقبية المنطقة تعاقبية وكتا نقرأوها جماعة وش مزانا؟ تمانين حولها ترنزيستور من بعدها مذخم عاكس وغير عاكس ومعدها المقارن فين نكملوا هذو ثلاثة ندخلوا في منطقة تعاقبية طيب نزيد جماعة العجلة الحرة هذي شو وظيفة هذه العجلة الحرة؟ ثلاثة يديون وشو وظيفة انتاحة؟ جماعة على بيكم الوشعة بالعقل الوشعة هذي لو كنتمد لها الجهد في حدتها وشها حيصر لها؟ راح هتمد قوة كهربائية متحريض راح تمد جهد إضافي راح تمد قوات كهربائية متحريضة هذا الجهد وش قادر يدير بالعقل هذا الجهد وش قادر يدير قادر يتلف الجامع المقهل بايحلوا المشكل هذو وش ديروا جمعها جابوا جابوا ديود استقطاب عكسي موصول على التوازل لازم يكون استقطاب عكسي ما يكونش مباشر لو كنتم ديره مباشر وش ها حيصراء يولي التيار هذا يجي منها يروح عبر الديود والوشعة وش تصررها تتقصر عند حتى دور على هذو ش لازم يكون استقطاب العكسي اذا بعد ما تمغنط الوشعة وتتحرط ذاتيا تمت جهد جديد ويكون مقهل في حالة الحاصر تيار هذا اللي يجي منها يهبط منها وين يروح يروح الديود ويبقى يدور بهذا الشكل يبقى يدور بهذا الشكل على شكل عجلة وينفذ على شكل حرارة بمفعول جول على هذي يسموها عجلة حرة معانته تيار يدور على شكل عجلة حرة ثم بعدها ينفذ على شكل حرارة اذا ثم نائية الديود وظيفتها تسمى عجلة حرة وظيفة وحماية المقحل من واش من تيارات تحريضية الناتجة على الوشعة صحي جماعة هذا الديود نديره والمقاومة بل عقد الديود هذا نديره على التوزيم على الوشعة مع الترزيستور لو كان ما جاءترزيستور جاءتركيبه بعد اخر الديود هذا ما نديره اوكي زميكم سأني مقاومة جماعة لها نديره حماية حماية قاعدات المقحل هذه اول حاجة والثاني حاجة جمعا مقاومة ايربي اسكودي يجيبوها من عندهم هكذا يجيبو ديروها لا لازم يجيبو مقاومة تحقق تحقق واحد الشرط واشه هو بيكون مقحل في حالة تشابه لازم جيبو مقاومة اكس لتحقق اي بي وش يكون اكبر او يسوي اي بي ساتوري بيكون مقحل في حالة التشابه هذا يجيب مقاومة يكون تيار اي بي اقل من اي بي ساتوري اسكودي يكون في حالة تشابه انا ما يكون ما يكون ما يكون معانتها يجيبو قيمة لازم تحقق اي بي يقص بجهز اومبير يجيبوها اكبر من قيمة اي بي ساتوري سؤالي بعد مهدي الجهد نحسبوه بقانون العروات اي سي ولا اي بي والتيار نحسبوه بالقاوانين هذو تيارات اي سي و اي بي اروح اوضير اكتموض اتكسر سكمولو صحي اذا انك نجي تخدم اي سي و اي بي وتلقى المقامة مجهولة اخدم قانون تضخي اوك يا مهدي جماعة بعد ما كملنا هذي وش مطلب منكم حصة عنها رخميس تحاسبوني بها عندكم خمس تمارين شوفوا معي شوفوا هذا وش يو تمارين الاول صحي تمارين الاول اشجال لك وحسبتو واتو VRK دي ما ابدأ بقانون اوم وحسبتو واتو VRB ابدأ بقانون اوم وحسبتو VRB ابدأ بقانون اوم تفاهمين عليها اعطى لك RK 90 اوم RB 4.6 كيلو اوم VBU جود العتبة 0.4 فول اي سي وشي سيوي 100 ميلي اومبر هذي لازم تحولوها جماعة جماعة احنا في سي و ساتوري اعطيها لي او ما اعطيها ليش VCU ساتوري ما اعتبروها 0 طاحت روحوا تمارين رقم اثنين تمارين رقم اثنين قال لك احسب احسب مش اسحب احسب شدة تيار ERK احسب المقاومة RB المو اعطيها اعطيها لك RK اعطيها لك البيطة اعطيها لك VBU هنا اعطيها لك VCU ساتوري صحي وجي مش قال لك هل يوجد خطأ في هذا التركيب تركيب هذا في خطأ انا ما فيش خطأ كاين واشي هو نعجل الحرار احس نعجل الحرار احس احس اعيوه روحوا تمارين تلاثة تمارين تلاثة قال لك احسب شدة تيار ERK نبدو بديما بقانون احنا واشي اعطيتكم زيج مقاومة على التسلسلة جماعة ديما تفكروا زيج مقاومة على التسلسلة وشي جي في رسكو عاصم الجودي كونكم اذكية قادة تمتح لغير بسطر مهم اللي اقولتكم لازم تحتاجوا قاسم الجوهد وقانون العروت وقانون الأوم اللي يكون مكون فيهم مليح طنزستور رح يقياه بسيط ما في حتى اشكالية صحيح ناس قلتكم احسب ازيد احسب مقاومة ERK صحيح روحوا لي بعدها تمانينة رابع اعطيتكم هذه الدارة دارة هذي شو طلبت منكم احسب مقاومة ERK بساك تعود للمعلومات تاعك من النظمات مكشح تلقى فيه اشكالي تفاهمنا عليها ولا تمانين الاخير تمانين الاخير تمانين خمسة ايا تمانين خمسة احسب قيمة جهد ERK نحن لكم تلاحظوش معه زوج مقاومة على التسلسل وشي جي في رأسك قاسم الجهدية ديمة داخله في رأسك وزيد سؤالي بعد وقالك احسب قيمة شد التيار سهل بس احنا هذا سؤال هذا متعلق بهذه المعطاية تجمعه معطاية ESP شوفوا ESP هذي متحلوش بهذه السؤال تفاهمين سؤال له وتحلو غير بهذه المعطاية تفاهمين احيان ايوة هل يوجد خطأ في هذا التركيب ما كانش العجلة الحرة نزيد ديود عجلة الحرة استقطاب عكسي على التوازي مع الوشعة هذه هي خمسة مارين بإذن الله تفضل تمر الأول والثاني ما صورتهم اشبارك اصبر انا بأثهم لكم في السموه جماعة ايصور ناليش صور صور صورت ايه او تمر الثاني زي تصور شكرا تمر الثالث صورت 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 والخامس صورت ايه اوكي اهنا يوصلنا لنهاية الحصاء شابي بازينا وشنقولكم ليلة سعيدة وتصبحوا لاخير وان شاء الله واقعكم يكون اجمل ان شاء الله نتلاقى يوم الخميس على الساعة تاسعة ليلا ان شاء الله وشماعة عراكم حد الآن مانكوش اعجبيني في التفا اولاتها نرمال مو فيديو كما هذي صراحة نجاوبوني هيا عراكم لهم حاضرين كده يحتاجوا هذو اللايكات لو كان عشر اكام كذا الف ربي اهدي كذا فيديو احتاج الف لايك نرمال مو مليو كما قال لك باسكو باسكو الخدمة كما هذي اشكور من كل واحد كانوا شرف فيديو يبعث رابط لصحابه وقولهم تفاعل وبهم رجي يوصل لهم فيديو وفي ناصل الوقت ما تبخلوش بالعلم كما أنا مش مانا بخال فيكم مثال ما تبخلوش صحاب أصحاكم كما أنا كل ما مانا بخال لكم شا ربي يوافقني كما أنتم ما تبخلوش بالعلم رح يوافقكم ربي في البكالوري 2003 وعشر هاي يجمع زينا وشيكوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبر خير أكسر سبع الله خير إن شاء الله بلامس يا شكرا اشتركوا في القناة